يعني لا شك كان عندي أن طلاب المبتعثين و أنت تفضلت بذكر قبل شوي في البداية أنه ليش ما حنا واصل يعني عندنا طلاب مبتعثين من الوطن العربي و من الوطن الإسلامي كثير وين دورهم أنت الآن في بلد تجيد اللغة أنت في بلد تستطيع أن تؤثر تستطيع أن تساهم بشيء ليش الدور هذا السلبي الحقيقة اللي حنا ما حنا جاسين يشوفه أحسنت أنا أذكر من المواقف أحد الشباب كان ممتعث في أمريكا و يقول طلعنا مرة مع طلاب الشعبة نتعشى مرة مجموعة سعوديين معنا واحد برازيلي غير مسلم فكان له أخ معنا ورجع لبرازيل ما كان مدرسة المهم في جلسنا نتعشى جايبيننا شوي فقال ما في شراب ما تطلعون بالشراب أنت في الخمر قال لا ما نشرب حنا كيف طلعا بدون شراب يعني كان مستغرب ما في وناسة ما في وناسة و كده المهم في واحد من الشباب كان عنده شيء من العلم و قال يقول هذا حنا في الدين حرام و نذهب العقل و كده حنا و الحمد للعيش بدونه يعني أصير بسي أي شيء ممكن يعني يغطي الموضوع كامل فكان مستغرب مرة يعني راح لبرازيل و قاعد يقول له أخوه الموضوع هذا يعني شف درست مع الشباب و صلعه كذا و كذا أخوه تواصل مع واحد من الشباب شوفوا سبحانه راكيه توصل للمرحلة فقال لنا أخوه يكلمني عن الموضوع و ايش اللي صار بالضبط فبدأ يشرح له قال و ايش اللي اسلام بعد فترة أسلم أخوه أسلم أخوه فشوف أحيانا الرسالة ما أنها كانت بسيطة نعم فكيف لو تكون الرسالة ثقيلة و فعلا لديهم يعني استطاعة أنا كان أخوه يدرسناك و كان يكلمني يقول تجيني عند كان عندهم واحد فرنسي لا ديني و فيها ساكن معنا في الساكن دائم يقول يناقشني مسائل المرأة و الشراب و الزنا و الحر دائما يشغلني بالموضوع هذا عنده ليش أنتو يقول أنا أنا مسيح لكني ما أمرضها بالكنيسة يعني ما أنا معترف بالديانات يعني فتارك ديني أبوي و أمي يروحون أما أنا ما أروح و هذا طبعا هذه أيضا من النقاط التي إذا ما انتبه لها المسلمين ترى مشكلة هناك ما في تديون حتى في النصرانية المسيحية أغلبهم تركوا دينهم و الإنساء ما يعيش بدون دين حد القساوسة و كثير من القساوسة يتكلمون عن الإسلام في البلاد الأوروبية إذا ما انتبهنا سيكون أبناء كيف ترى المقاطع المنتشرة سيكون أبناء خلال سنوات و أوروبا تكون كلها إسلامية الروسي يتكلم عن هذا الألماني القسي يتكلم عن هذا يلا متحنوا النبيع الكنايس و هم يبنوا مساجد الحقوق المسيحية ترى بتروح منكم هذه الآن يعني نحن معنا الإسلام قوي مع هذه البساطة استطعنا و استطاعوا الآن المسلمين ينتشرون هناك لاجل ذلك ترى سيد محمد لاجل ذلك الإعلام يحارب الإسلام و يشوه سمعته فعشان كده حنتكلم أن أنت هناك وين دورك في تحسين هذه الصورة هذا الكلام الأمانة الصدق احترام احترام العالم إيصار الإسلام بصورة حقيقية لما تقولهم أنا مسلم ثم يشوفونك في القاعة تغش لا تعتقدينها بسيطة لأنهم يسمعون أن المسلم لا يغش ترى بعضهم يفهم يقرأ في الكتب وأن المسلم لا يغش فلما يشوفك مسلم ثم بعدين يستفزك في شيء في الدين تقول لا أنا أستفزك قال أنت حافظ على إسلامك أولا هذا ممكن لو تقلتها هنا أنه سويت غش هنا ممكن ما أحد يعني خصموا عليك الموضوع لكن هناك لا هم يعتبرونه فاصل في دينك وأنك أصلاً ما تقعد مثل الإسلام حتى ما يشوف الأسالة البسيطة فكيف لو شرفوك تشرب الخمار أو تعاقل النساء وغيرها وكذا أو حتى تكون إنسان عادي بسيط